قدم وساق تجري جهود المملكة في القطاع التعليمي باليمن من هذه المشاريع المنفذة حاليا مشروع إعادة بناء أربع مدارس بمحافظة لحج ومشروع تأهيل المعلمين وأولياء الأمور بالمحافظة ينفذ بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باسمي واسم القطاع التربوي بشكل عام نتقدم بالشكر القزير للإخوة في مركز الملك سلمان على جهودهم المبذولة لإنجاح العملية التعليمية والسعادة عافيتها من قديد في عدة محافظات يستهدف مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة الجوانب التعليمية بعد أن تعمدت الميليشيات تدمير قطاع التعليم وتجهيل الأجيال هذه الجهود السعودية عملت أيضا على توفير المستلزمات المدرسية والكتب وإعادة الترميم خصوصا في محافظتي مارب وتعز التي تعرضت لتدمير عشرات المدارس بنيران ميليشيا الحوثي تعددت الأنشطة الخدمية والتعاون من قبل المركز في إنجاح العملية التعليمية بين طباعة الكتب وإعادة تأهيل بعض المباني الحكومية دعم وأنشطة الدورات التدريبية والتوعية في المعلم والطالب على حد سواء والأسرة أيضا هذه جهود لن ينساها المجتمع اليمني ولن ينساها القطاع التربوي في جميع محافظات الجمهورية جوانب إنسانية متعددة تواصل المملكة تقديمها في مختلف المحافظات اليمنية للعام الخامس على التوالي للتخفيف من معاناة المواطنين جرات داعيات حرب ميليشيا الحوثي بلال الصبر الإخبارية